بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء قضية بناءنا اللي احنا بنعتبره احتياطي لحياتنا مش بس احتياطي لمجتمعنا لكن احتياطي لحياتنا كلها هو قضية بناء للإنسان وفي البقرة منه بناءنا لأولادنا اللي هي في الحقيقة اللي بدونها مش نقدر نعيش ولا نقدر نزوق حلاوة الأمن وعشان كده مفيش بناء حقيقي لأولادنا من غير ما يكون فيه علاقة رحيمة ما بين الأباء والأبناء والعلاقة الرحيمة دايما بنتكلم عليها على ان هي علاقة رحيمة من الطرفين أنا عشان أبني أولادنا أنا لازم أكون بقر صفحة المجتمع بشكل صحيح أنا لاحظت حاجة شوية صعب علينا اللي احنا نهملها لاحظت إيه؟ وده كله في إطار أن أنت وبتبني الأولاد وانت بتبني الجيل الجديد لازم تعيش مع قوله تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصير وجدت ظاهرة غريبة شوية وجدت جفوة وقسوة وتحميل كثير من الأعباء النفسية وكثير من الترومات وكثير من الآلام والأوجاع اللي تحولت إلى نوع من أنواع الانتقام من الأبناء تجاه الأباء والنهاردة كلامنا هيكون موجه أكتر للأبناء وإزاي نقدر لما نكون بنتكلم على بناء الأبناء إزاي نتكلم عن مشكلة متسبب فيها الأباء أو الأبناء احنا مش قصدين على فكرة أن احنا نقول أن الأبناء وحشين إذا كانت هناك مشكلة هم مصدرها أو الأباء وحشين إذا كانوا هناك مشكلة هم مصدرها احنا فقط عايزين نفتح عينينا عايزين نعمل بصدق بقوله تعالى ونفسنا وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه احنا عايزين نعمل حاجة اسمها التسكية المجتمعية أن المجتمع يعيش حالة من التسكية فيكون عينينا مع بعض بنشوف بعينين بعض وبنحاول نشوف ونفهم عشان نقدر نعيش بشكل صحيح في حياة فلنحيينه حياة طيبة احنا عايزين نعيش الحياة طيبة يمكن فيه جانب من القصة أن احنا مش عايزين نشوفها لأن الحياة محتاجة قلب واسع وعين بصيرة فعشان كده لازم نشوفها من كل الجهات النهاردة بنتكلم عن شيء مؤلم للأباء ومحبط ليهم وشيء في نفس الوقت بيخصهم من حياة أولادهم وساعدتهم واتزنهم وكمان شهودهم من نعمة ربنا بنتكلم عن ظاهرة لازم نوصفها بهذا الوصف سخط الأبناء على الأباء هذه دي ما بقتش ظاهرة كده ممكن نعديها يعني هي حاجة كده مش إن هي حصلت مع حالة ولا اتنين ولا تلاتة عشان أقدر أقول والله إحنا ممكن نعالجها بشكل فردي في حالات التسكية ولا في حالات التربية لا دي بقت ظاهرة لازم نفهم هي إيه اللي حصل وإيه سبب الظاهرة دي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن أبنائنا بابنا إلى الله لما قال صلى الله عليه وآله وسلم وقال كمان إن الأباء بابنا إلى الله فحضرت النبي قال لنا رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين زي ما هو في النحية التانية لما كان رحضت النبي جال الرجل وقال له إني عندي عشر من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط قال ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فتعلمنا إن الأباء هم الباب الواسع لرضى الله فعلمنا عليه الصلاة والسلام إن أباءنا مش بس رقل من أركان حياتنا وجزء أصيل من هويتنا قال أباء كده لكن كمان أساس في تعريف الإنسان على مولاه لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال أبوك فكأن حسن الصحبة منحصرة في الوالدين فباب العيش في معية الله بيدوق في الإنسان تجلي نعمة الله لما يحسن للوالدين ويعيش ساعتها في أسرار كلام حضرة النبي المنور اللهم أنت الصاحب في السفر وعشان كده ما كانش عجيب أنك تلاقي كتير من العلاقتهم حسنة مع أهلهم كانت علاقتهم بالله منورة هنا نقف شوي دي ظاهرة واضحة أنه بيأثر جدا جدا على علاقة الإنسان بربه علاقة الإنسان بأهله وكتير من اللي عندهم سخط على أباءهم كان ده لتأثير على علاقتهم بالله ويفضلوا دايما يحكموا مولاهم ومش بيكونوا راضيين عن الأقدار لدرجة أنه بقى عندنا قاعدة كده بنقولها في الاستشارات أن كل مشكلة في علاقة الإنسان بالأب أقصد يعني بالولدين تتسبب في مشكلة مع الرب مع الله سبحانه وتعالى وكتير من الناس اللي حصل لهم حالة من حالات السيولة الدينية اللي الناس مصر على تسميتها في بيئتنا على أن هي إلحاد كان سببها العلاقة السيئة ما بينهم وبين أبناء ترجمة نانسي قنقر